مرحبا اليوم سنحضر وصفة الصفوف بدون سميد الصفوف هو حلوة لبنانة خفيف وكتير طيب بدنا نبلش بثلاث كبايات طحين متعدد لإستعمالات لازم ننخل الطحين نضعه بالمصفاية ثلاث كبايات ونضع ملعة أو نصف صغيرة بايكينج باودر ومنزيد فوق ملعة صغيرة عقدة صفرة العقدة الصفرة هي اللي رح تعطينا اللون الأصفر للصفوف ننخلهم كلهم مع بعضهم ومنزيد فوق كبايات سكر اذا بتحبوها حلوة كتير فيكم نزيدوا ربع كباية زيادة سكر يعني بيصيروا كباية وربع بس هيكل حلو طبعا معتدل نرجع من زيت فوق ملعة صغيرة فانيليا وربعة ملعة صغيرة ملح مع كباية وربع حليب سائل ثلاثة ربع الكوب زيت نباتة بيضة بحرارة الغرفة يعني بدنا نشيلها قبل بوقت من البرات تقريبا قبل بنصيها برجع بزيد ملعة كبيرة ما ورد وملعة صغيرة ما زهر ومنخفقهم كلهم مع بعضهم ومنخفقهم وقت طويل بس بمجرد انه ياخدوا بعضهم ونحس انه ما بقى فيهم تكتلات من وقف شوفوا القوام طبعهم كيف لازم يكون رجعت قلبت على سباتيول او فيكن تستعملوا ملعة خشب قلبتهم شوي مع بعضهم تأكدت انه صاروا متجنسين وهلا عم حضر الصينية اللي بد اخبص فيها لصفوف حتيت ندفت طحيني بكعبة وده هنت كله الكعب مع الاطراف بتأكد انه اندهنت مظبوط لانه الطحين اللي رح تساعدنا انه ما يلزق معي لصفوف برجع بنزل الخليط بالصينية الفرن لازم يكون بلاش تحميه اول ما بلش حضر الصفوف على درجة حرارة 180 بالايدي ندفت ماء وبسطح وجات تتصير كله بنفس السمكة في هالوقت الفرن عند لازم يكون حمام بنسح الداير طبع الصينية تما يحترقوا معي بالفرن وبزين وجه بالسيمسون فينا كمان نستعمل لوز وبنقله على الفرن انا حمات الفرن من فوقه من تحت وبس حطيت الصينية بالفرن طفيت من فوق وخليته بس والع من تحت معقولة تفرق حسب نوع الفرن اذا حسيتو حمار كعبة ووجه بعد بدو يحمار فيكن تطفوا من تحت وتحمروا لوجه والوقت بيفرق حسب نوع الفرن وحسب كبر الصينية اذا كانت سميكة بتاخد وقت اكتر برده ندفي بحرارة المطبخ وبرجع بقلبه وبقطعه فينا نقطعه بالشكل يلي نحنا منحبه اذا عجبتكن الوصفة بدو اطلب منكن ما تنسوا السبسكرايب لايوصلكم كل وصفات جديدة وما تنسوا اللايك على الفيديو وحيالا اسئلة بتحبوا تسألوني اياها او حتى تطلبوا مني وصفات جديدة بتنحضرها سوا بتقدروا تكتبولي بالتعليقات